كشفت الزيارات الميدانية لإدارة تفتيش بوزارة الصناعة وتجارة والسياحة على مختلف الأسواق في مختلف محافظات مملكة البحرين كشفت عن توافر السلع الغذائية وتنوعها وبهذا الصدد الصرح السيد عبد العزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه وبناء على توصية مجلس الوزراء الموقر بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمراقبة أسعار المنتجات وضمان توفرها فأن الوزارة تواصل جولاتها التفاقدية على الأسواق المركزية وبعض المحال التجارية وقد أظهرت الزيارات وفرة المنتجات وتنوعها في الأسواق المركزية أو السلع الغذائية الأساسية وغيرها من المنتجات في المحال التجارية وتابع الأشراف بأن الزيارات تستهدف أيضا التحقق من الالتزام بالقوانين المنظمة لعرض وبيع السلع والمنتجات وكذلك التأكد من صحة العروض الترويجية وضمان عدم وجود مخالفات الغش التجاري ودعا الوكيل المساعد للرقابة والموارد عموم المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات أو أي مؤشرات بشأن شح السلع بالأخص القذائية منها أو الشكاوى ذات الصلة وذلك من خلال التواصل مع إدارة التبتيج أو إدارة حماية المستهلك بالوزارة أو من خلال النظام الوطني للشكاوى والمقترحات التواصل أو الخط السخن الحملات الرقابية على الأسواق المركزية والمحلات التجارية لبيع السلع القذائية الأساسية مستمرة وبشكل يومي وبكافة محافظات مملكة البحرين والتي تهدف إلى التحقق من التزام المحلات التجارية بالقوانين والأنظمة المعمول فيها في الوزارة والتأكد من توافر جميع السلع والمنتجات القذائية الأساسية والتي تلبي احتياجات المستهلك وضمان عدم وجود أي تلاعب من ناحية الأسعار أو القش التجاري أو أي التجاوزات أخرى وفي حال رسد أي مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر